أخيرا البنات وصل الوقت لنهضر على واقي الشمس ازيس فارما او في بلوك 50 بلوس فلويد قبل أن نبدأ الفيديو سأشرح 3 الأنواع ازيس فارما واقي الشمس كيتشاب وكلهم ليمونيين وكلهم واقية شمس كيميائية وفرق بيناتهم وقدر الإنسان يتلف بيناتهم عندنا ازيس فارما او في بلوك 80 بلوس وعدنا ازيس فارما او في بلوك 50 بلوك اليوم وعدنا او في بلوك 50 تاوة واحد اخر سنوره لكم هذه الثلاثة بالضبط تقدروا تطلقوا بيناتهم كل واحد فيهم لانه او في بلوك 80 بلوس سنبدأ ازيس فارما او في بلوك 80 بلوس مكتبة عليه كرام سولير يعني انه البشرة الجافة باللسبة لوقيات الشمس ازيس فارما كاملين خاليا من العطار او في بلوك 80 بلوس كان فيه جوز واحد بدون اللون انفيزيبل واحد بتانتي اللون 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 ديالله لا يجي مع تشي واحدة مهم سنخلي لكم الفيديو هنا في الاي اللي بغا تفرج فيه وهذا اللي فيه ثماني بلوس غير مناسب للحوامل وللبالغين فقط ندوز لهذا اللي عندي اليوم ديال او في بلوك 50 بلوس كما كتشوفو هنا يا فلويد تانتي فلويد كتعني البشرة المختلطة لغا ديالدهنية اللي هي البشرة اللي عندي ونزيد لكم انها حساسة هذا رغم ما فيهش نهائيين لعطر بانك مزيان البشرة الحساسة اللي كتحسس من اللعطر بالضبط بنسبة اللون كان انفيزيبل جلو اللي هو بدون اللون وكان ثانتي هو اللي عندنا اليوم هو فيه اللون الوحيد اللي فيه هو هذا اللي عندي يا البنات مني كنقول لكم بدون اللون ولون يعني كتعني واحد اللون اللي فيه واحد هذا البنات مناسب للحوامل حتى بنسبة الاطفال اللي فوق 3 سنين ممكن تدير هذا اللي كرن هذا وبينسير البالغين ندوز لكرن الاخر اللي قتلكم هو بحاله واقي شمس إذا سفر ما او في بلوك توافي 50 بلوس غير هو مكتوب فيه dry touch كتعني انه للبشرة دهنية فقط هذا كيكون فيه المكتر هو توافيه الانفيزيبل بدون اللون وهذا فيه جلوان فيه light وفيه medium يعني الفاتح والغامق غير مناسب للحوامل والبالغين فقط هذا الوحيد اللي مناسب للحوامل بنسبة التركيب الواقي شمس إذا سفر ما لدينا اليوم البشرة المختلطة الى الدهنية اللي فيه fluid أنا كنت لكم عندي ثانتي فيه سبعة دي اللي فيلتخ UV كما قلنا هذا كيميائي فيه دوك اللي فيلتخ اللي يدخل لنا الجلد وكيتحوله كان الناس اللي كيتأكسد لهم هذا الكخن بالضبط دائرين فيه ثلاثة ديال التركيبات مضادة الأكسادة باش مني تخليك تركيبة الداس ديالك مع الشمش مني تتحول ما تأكسدش باش ما تقوليش لنا ذاك زرق يكيخل لنا الكخن عامة كيميائي حاجة اخرى اللي ازوينا هو انهم زيدين واحد الفلتر فيزيائي في هذه التركيبة اللي هي كيميائية هناك فلتر كيميائي ودارين واحد فلتر فيزيائي اغلبية تجدوا واقية الشمس الكيميائية واخدين نقطة لا علاقة في الابتلك الوضع لماذا؟ لان الفلتر كيميائي نرى سبعة ديالي فلتر كيميائي ممكن في حالات الناس اللي عندهم بغاموا حساسية ديال الجلد تقدر تهيج لهم بسبب هذا الفلتر الانسان اللي عارف عنده بشرة حساسة بزاف واقية الشمس الكيميائية يدرون لهم التهيج والحساسية والأحبوب يمشيوا الواقية الشمس الفيزيائية بغيت تعرفي ان نوع الواقية الشمس الفيزيائية اللي ازوينا دوزيل الفيديو اللي قبل من هذا نخليه لكم تقوى في ال ايه حاجة اللي ازوينا في هذا الالكرون هو فيه 18 مادة طبيعية داخلينها في هذا الواقع الشمس يعني ان التركيب ذي لهذا الخضر مخودين من الطبيعة بالنسبة لما يود الف الحمر اللي كنقول لكم ديالما مادة بالحمر هي تركيبة خايبة تركيبة الواحدة اللي في الحمر اللي هي اللي تحمينا من أشياء الشمس هما كينين نستمنهم ولكن واحدة منهم اللي خايبة دارينهم بكاتيجوري الحمرة كما كنقول لكم ديالما اللي هي فرنسية عندهم ممنوع أن يزعم العبوة تحطيها تسبب التسمم الأعشاب البحرية يعني خايبة الانفيرونمون نحن باقي مصنع ذلك المستوى لذلك هاد شعليش بنات ترينها بالحمر قبل أن ندخل البيضة نقول لكم البحرية اللون بيضة لا أعلم ما تفق معي بلدة البنات العزيزة إلى المعنى وكان يعنيه من هذا القضية مقاول التسمم بالضبط لبشرة بيضة أغلبية البنات تشبير البحرية كبير وضع البيضة أتضر أن تأخذ أخذ البيضة مثلا لا يعرف فرنه لونه كيف يزعم كالطلبي يمكن أن نرى اللونه كيف يدير جربت الألوان كاملين في البارا كاملين اسدين اساغان اوغياج كلهم جربتهم وجدتهم غامقين لديهم من ميديوم الفوق واحد الذي وجدت هو اوغياج وجدته يصمر يعني البيضة ولكن ليس بيضة بثاف ممكن تأخذ اوغياج هو الذي فيه عندك اوغياج وهذا هذا هو ما الذي حرت بيناتهم لذلك اخذت هذا غير على ود اللون أنا أريد أن نقص عليكم طريق بالنسبة للبنات لون بيض لأنني هذا الذي أخذته هو الوحيد الذي أريد أن يكون بيضة أريد أن ترى اللونه كيف يدير اللونه المصدع لكم به الرأس هو هانتوما كما ترون كيف يبدو أنه غامق هانتوما فخة اللون البنات ترى تقريبا فاتح على كيف يبدأ لكم صراحة في الكاميرا ولكن هنا سندمج كيف يبدأ لكم أكثر هذا المعالي ما ترى في الوحيد هي تماما التي تكون في الوجه يعني نضعه في الوحيد وفي الوحيد وفي الوحيد لذلك لذلك لا تشعر بالإحساس أنه يدام تشعر بها بحالة لناشف ولكن سيجعله لذلك من المعزوين وفي الوحيد لذلك سوف نحصل إلى جربة لديه بإيسيس فارما بالنسبة لي أقوم بعمل من بعد نصبع مرتبط البشرة المختلطة التي تقوم بها في الوحيد نضع كما أقول لكم لكي نريد أن نجرب شيئا جديدة لن نزيد لديها قوة المعزوين في هذه الحالة قمت بعمل وقمت بعمل لكي نضع لديه من بعد المرتبط لكي نشف وقمت بعمل لديه نحن نشف أنهم يريدون أن يجعل الخطوطة سايحة وبينان نشف لديه 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 لكي نشف المشكلة من المرتبط لديه لديه مثلا لديها ومن بعد أشعر لديه 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 لديهم لديها لديه وخطوطة كبار لديك تكستور لديه جيد لديه لديه مستعد لديه المشكلة في المرتبط سأخبركم حتى تستخدم لتركيبة الشمس لديه والمرتبط لا توافق هذا الشيء الأغلبية في الواقعية الشمس تحربيه أو يجعله نقيطات بيضين لا يجعله تبقى تحسي بحالة تبقى بينك وبين البشرة بحالة الزيت أو الماء لا يجعله تبقى مع بعضياتهم بالنسبة المرتب اللي نستعمل حاليا في هذه الوقت هذه هذا SVR بشرة مختلطة دهنية هنا بشرة إحساسة ومختلطة دهنية هذا لك تستعمله أعرف أنه لا يدمج لكم لذلك قلت بالنسبة لك نجرب قضية ولكنه لا يجب أن نجرب علاج لأنني لم يكن لديك المرتب يأخذ لي أحبوب أجربته بحالة وحسيت به زوين وقد أدمج ليه جيد في وجهة أعطاني لابريانس ولكن في اليوم لقيت وجهة زيت كامل مزيت مقطر بزيوتات يخطف زيت البشرة المختلطة كما تعرف على ذلك المرتبطة التي يدم أكثر هذه المرتبطة التي يدم أكثر كما تجربة نهار في الليل وقد تم عمل المرتبط ومنتقى الأيام نظر معكم هذا نظروا أصدقدي 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 أحد الحاجب فيه وحدة وحدة كبيرة عمر بالماء وحدة صغيرين أنا تعرف هذه القضية لأنني لم يكن لدي المرطيب يخرجون لي حبوب بشرة الدهنية و البشرة المختلطة يجب أن ترطبها لكي لا ترطب براسها إذا لم ترطب سابون لكي ترطب براسها هذا سابون يخرجون الحبوب هذه القضية لهذه القضية المتأكدة منها هو أنني لا أستطيع أن أضعه في بوحده لذلك إما سنستعمل سيروم سيناميد سيناميد هو الوحيد الذي يضم لنا الإفرازات البشرة الدهنية والمخترطة ثم نقوم بعمل هذا القضية أما بالنسبة للأكلة والبشرة الحساسة والتهيوج والأحبوب والأحمراء تمشي القضية منيرال سيكون في جميع الوقيات الشمس أخلي لكم الفيديو هنا بالنسبة للبشرة المشكلة أخلي لكم فيديو هنا أعديكم نيشان لذكرون كاملين وقية الشمس الفيزيائي سوف تشاهدون كما يحسن فيهم نتمنى أن تكون الفيديو أجابتكم إلى الفيديو القادم إن شاء الله أسلام شكرا